قالت مندوبة الأردن الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة سيمة بحوث إن القمة العربية الأخيرة والتي خرجت برسالة سلام أكدت أن العرب يريدون السلام والتقدم نحو حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وهو حل تجسده مبادرة السلام التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت عام 2002 ودعمتها منظمة التعاون الإسلامي ففي كلمة ألقتها نيابة عن المجموعة العربية بصفة الأردن رئيسا للقمة العربية الثامنة والعشرين وأمام جلسة لمجلس الأمن أوضحت السفيرة بحوث أن رسالة السلام العربية ما هي إلا دليل آخر على أن العرب يتبنون السلام الشامل والدائم خيارا استراتيجيا يستوجب أن يقابل من طرف إسرائيل وهي القوة القائمة بالاحتلال برغبة حقيقية بالسلام وأشددت على رفض الأردن والدول العربية المطلق لكل الخطوات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض وتقوض حل الدولتين كما طالبت السفيرة بحوث إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي كان آخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 والذي يدعو إلى وقف الأنشطة الاستيطانية وإحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ترجمة نانسي قنقر